السلام عليكم السلام عليكم مقال لصديقي ستار عبد وهو في زاوي هل يمكن لي أن أسأل إذا حضر الدين أو نقول إذا حضر الدين غاب العلم وإذا حضر العلم فعل الدين السلام أهلا بكم أصدقائي ومعكم حلقة جديدة من أوهام الدين معكم منصور الناصر في البداية سأقدم تعريف العلم العلم هو دراسة منظمة لموضوع ما وهناك نوعان من الدراسات الفرق بينهما يتعلق بما يسمى المنطق وأيضا التجربة وهما الدراسات الكلاسيكية والدراسات الحديثة الدراسة الحديثة تقول أن العلم هو استخدام التجارب أو الملاحظات في نفي أو إثبات الفرضيات ماذا يعني هذا الكلام؟ مثلا لو قلت لك أن كتلة كرة البندول البسيط لا تؤثر على ذبذبته فهذه فرضية تذهب للمختبر وتختبرها فإن صحت صارت فرضية نظرية عندما نحاول إثبات هذه الفرضية تصبح نظرية كل ما يهتاج مني بعد ذلك وتفسير السبب حتى أقدمها في شكل تفسيري نظري متكامل وأن وضعت معادلة رياضية لذلك الحدث عند ذلك ستصبح النظرية قانون أما الدراسة الكلاسيكية القديمة فتفرق عن الدراسة الحديثة هنا يتم تعريف الألم على أنه مجموعة من القوائد المترابطة مع بعضها بشكل منطقي لاحظوا العبارة بشكل منطقي بصرف النظر عن اختبار هذه القوائد تجريبين هنا الفرق الهائل والكبير الذي أدى إلى كثير وضع خاصة دراسات الإنسانية القديمة وحتى الأديان وضعت هذه القاعدة أنه ما دام أنه هناك نتائج منطقية فماكو داعي بعد ذلك اختبار هذه القواعد أبسط مثال على هذا الموضوع مثلا هو نقدر نقول عليه علم الأبراج علم الأبراج هو ليس بالعلم حقيقي إنما هو يظن أصحابه بأنه علم ليش يرون بأنه ينطوي على قواعد متشابكة ومتداخلة بعضها بشكل منطقي الناس وفقا لرؤيتهم لهذا العالم أو عالم الأبراج هذه القواعد مقسمة حسب المار أو تاريخ ميلادهم مثلا نقول لك هذا برج ناري هذا برج هوائي هذا برج ثرابي وممكن كل واحد منهم يتكلم عن تعامل الكوكب وتأثير كل الكوكب على الناس وهذا لحظة الولادة لا تتؤثر بهذه الطريقة وطبعا تشعر بأنه الكلام منطق جدا وكل ما في الأمر أنه يحتاج شخص يؤمن بهذه هذه القضايا المنطقية جدا أنه أشياء حقيقية لكن السؤال الأساسي هل أخضعتم هذه القضية للتجربة؟ أبدا كل ما هو موجوده مجرد مشاهدات وانطباعات وتجارب شخصية تكذبها أيضا الكثير من التجارب الأخرى بما لا يسمح في تكوين فرضية ونظرية وقانون بعد ذلك إذن كل التعريفين الكلاسيكي والحديث يعتبر الألم دراسة منظمة لموضوع ما لكنها تختلف بين الاثنين من حيث الطريقة والأدوات والهدف إذن الحداثوي العالم أو الذي يدرس الألم بطريقة حديثة يعتمد التجربة كمقياس ويحاول عزل الانطباعات البشرية الفردية عن العلم أما الكلاسيكي فيجعل منه الانطباعات البشرية معيارا له هذا الفرق الهائل الذي ما زالت الأديان وكثير من شعوب خاصة التي ترفض الدخول في عالم الحداثة حتى يومنا هذا مثل شعوبنا العربية الإسلامية ترفض دخول عالم الحداثة وفي الوقت نفسه ترفض اعتماد هذا المبدأ بالعمل والتفكير والذي أصبح جزء من طبيعة الإنسان في هذه البلدان والسبب لأنه أيضا يمنع تمنع دراسة العلم بطريقة صحيحة ودقيقة وأيضا يمنع تدريس الفلسفة والمنطق الحديث عندما نقول شيء هذا منطقي ماذا نقصد بهذه العبارة هناك أدت دلالات طبعا سأخلطها مع تعارف العلم الكلاسيكي المعنى الأول لكلمة منطقي هو معنى قائم فقط على التصديق والتسليم وهذا المعنى طبعا هو عام وشعبي وفضفاض جدا يتسع لكل النظريات والمفاهيم مثلا اخذ أي فكرة وصدقها وسلم بها وستبدو لك منطقية جدا وهذا ما قلن قصده بتعارفنا السابقة نحن لا بد أن نعرف أن الجهاز أو الإنسان يمتلك دماغ متخصص في إقامة العلاقات فبالتالي عندما تريد أن هو جهاز منطقي بالأساس هو الدماغ فبالتالي يستطيع أن يربط لك الأشياء بطريقة منطقية تبدو مقنعة جدا لديك وهذا مسألة يعني معروفة لكن تغيب على كثير من الناس لماذا؟ لأنهم يريدون دائما أن يمنطقون ما يشاءون ويخطعون ما لا يشاءون المعنى الثاني لكلمة منطقي هو يأتي بمعنى الخضوع لقوائد الاستدلال التي وضعها البشر كلهم لاحظوا هذه العبارة دقيقة هناك وثانيا هناك هناك المنطقي بمعنى الخضوع لقوائد الاستدلال التي وضعها البشر كلهم من أرستو إلى هذا اليوم واتفقوا عليها فليس بالتالي كل منطقي يعني أنه متطابق مع الواقع فحتى العلم الحديث صار له منطق وهو منطق يعتمد المنهج التجريبي للوصول إلى المعرفة مثال نضرب مثال مثال اللغة العربية مثلا وفق ما تحدثنا عنه هل أن اللغة العربية هي علم سنقول نعم هي علم مكتمل وفق التعريف الكلاسيكي وفيه قواعد متماسكة منطقيا وما زالوا لحد الآن في كليات أو في الأزهر وفي مدارس من نجف الأشرف مدارس الشيعية والحوزة الشيعية وأيضا حوزة قوم وفي قيروان يعتبرون اللغة العربية هي علم لكن هذا وفقا لماذا وفقا للمنهج القديم لكن هل هي علم وفقا للمنهج العلم الحديث أبدا هي ليست كذلك لأن اللغة العربية غير خاضعة للتجريب هي ظاهرة بحد ذاتها تحتاج لدراسة يعني هي موضوع للدراسة والفحص وفقا لماذا وفقا للم تجريبي معين هو اسمه علم اللغات اللغة بالتالي هي بحد ذاتها ليست علم لكن مثلا هل يمكن أن نقول مثلا أقول لك تلك لغة عربية اذهب واجربها نعم لو قلت لي سأقارنها مع باقي اللغات هنا دخلت وأصبحت تدخل في علم تجريبي يسمى علم اللغات وهذا العلم يدرس اللغة من كل جوانبها خصائص هاو تراكيب هاو درجات التشابه والتباين فيما بينها لان أكو نقطة أخرى لازم نلتفت لها كما ورد في مقال صديق ستار هي نقطة بالغة الأهمية لكل متتبع وباعد في مجالات مثل هذه أولا النقطة الأساسية هي تغير مدلول الكلمة مع تغير الزمان ومكان الكلمات تتغير معانيها والمعنى المقصود بها بشكل مستمر ومتطور مع تطور المجتمع الناطق بها وهذه حال كل الكلمات تقريبا هذه المسألة طبعا خطرة جدا سببتنا أشكالات لا أول لها ولا آخر في حياتنا باعتبارنا حياتنا العربية الإسلامية هذا الموضوع رح يتوله بعد عندما تواصلون الاستماع لكثير من الأمثل اللي رح تطرق لها السبب لهذا الأمر أنه يغيب عنا دائما لأن اللغة هي كأن حي كما يقول جورجي زيدان بالتالي مصير تطور اللغة مربوط بمصير تطور الإنسان الناطق بها وبالتالي هي مربوطة بمصير المجتمع الذي يعيش فيه ذلك الإنسان ستقول لي مثلا ماذا عن مفردة علم في القرآن التي وصف بها الدين طبعا مفردة علم ومشتقاتها تقريبا 700 مرة مذكورة في القرآن ألا توحي ستسأل نيوة تقول ألا توحي لك بأن الله قد جعل من الدين علما أم أن مفردات القرآن تتغير مدلولاتها أيضا طبعا الجواب توظيف كلمة كانت تفهم بمعنى معين وتوضع في سياق خاص بها أمر مختلف توظيفها بالتالي اليوم بمعنى آخر هو انتحار فكري فكما فعلوا أهل الأعجاج العلمي حين حاولوا مثلا مثال توظيف كلمة آتم الذرة قدما ترجموها اختاروا هذه الكلمة قالوا هي أصغر طبعا أصل معنى الكلمة اليوناني هو أصل مع الكلمة أصغر جزء ممكن أو قابل للقسمة فعدما أتوا للعربية المترجمين لم يجدوا ما يناظرها إلا كلمة ذرة ذرة التراب التي أعتبر هي أصغر شيء لكنها لا تتطابق مع المعنى ذرة التراب ممكن أن تفتتها أيضا وممكن أن تقسم ها لأجزاء أقل بالطرق أخرى لكن ذرة الأتم التي لا تتقسم فهذا الكلمة تطابقوها مع آية مثال ذرة خيرا يرى طابقوا هذه الكلمة وقالوا أن هذا عجاز علمي هي بالحقيقة أنه مسألة مترجمين ترجموا كلمة واختاروا كلمة من القرآن الكريم والقرآن الكريم هو مؤسس عربية لم تكن مذكورة أو لم يكن لها حضور قبل القرآن أصلا فبالتالي عندما تأتي أنت تأخذ كلمة من القرآن بعد ذلك سواء أثر عكسي وتفسر شيء أنت وضعته وليس القرآن القرآن هو التحدث عن سياق مختلف تماما الفكرة أنه أنا إذا أريد نفهم كلمة معينة نرجحها إلى سياقها وحاضنتها الثقافية والسيسيولوجية للمجتمع الذي ولدت أو ظهرت فيه وإلا تبرى من يخلط بينهما إنسان مدلس بمعنى الكلمة أو في أفضل أحواله هو إنسان جاهل بالتالي ليس من المنطق ولا العقل ومن العقل التصرف بالمفردات بهذه الطريقة وممكن أنت تستخدم الآن لصالحك لكن ممكن نفس الكلمة تستخدم بطريقة أخرى في غير صالحك وكذلك الأمر طبعا بالنسبة لآية أخرى هي آية هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم والواقع هناك من يقول بأن القرآن كان يقصد بهذه العبارة العلم سواء العلم الكلاسيكي أو الحديث الحقيقة أنه رد العبارة هذه لحضنتها الثقافية رح تعطيك المعنى الحقيقي وحتى المفسرين نفسه في زمانهم وهو أخطر مفسر هو الطبر بداية القرن الثالث الهجري هو أعطى معنى هذه الكلمة كان المقصود بمفردة علم ومشتقاتها هي الإيمان أو اليقين المطلق أو المعرفة بالشكل عام وهي المعاني الشائعة حين ذلك الآن نأتي إلى موضوع أساسي ومهم جدا هو منهج العلم باقتصار رح أوضح لكم هذه المسألة وقبل أن أعرف الدين الملهج الألم أختصر بعدة كلمات أولا تحديد الموضوع المراد دراسته ثانيا وضع الفروض أو الفرضيات للموضوع ثالثا اختبار هذه الفرضيات عن طريق التجربة الحسية رابعا وضع قاعدة مضطردة يعني تنطبق على كافة الحالات موضوع الدراسة خامسا التسليم بنسبية النظرية العلمية وقابلية تغييرها إلى ما ثبت العكس وهذا تسمى المبدأ الذي وضعه كارل بوبر هو مبدأ التكذيب يسمونه وأي نظرية وأي فرضية لا تقبل أو لا يمكن اختبارها وتكذيبها هذه النظرية تعتبر غير علمية على الأطلاق مثل نظريات كثيرة نظرية الخلق التوراتية مثلا وهذا من هذه الأمثلة أو حتى نظرية وجود الله هي نفسها ما دام لا تستطيع تكذيبها فبالتالي هي لا تعتبر نظرية أو فرضية علمية والآن أعود إلى التعريف الثاني الآن سقدمنا تعريف ما هو العلم والآن سأقدم تعريف عن ما هو الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر